شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي حديثنا في هذه الليلة يدوره بإذن الله تعالى حول إحدى الأدعية التي نعتقد أنها مفتاح لكثير من الخيرات والبركات الشخصية والاجتماعية الخاصة والعامة وهو دعاء الندبة الذي ذكره المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه في كتاب مفاتيح الجنان وذكر أيضا في غيره من كتب الأدعية ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الدعاء ضمن ثلاثة محاور المحور الأول في سند دعاء الندبة المحور الثاني ما يمثله دعاء الندبة المحور الثالث وظيفتنا تجاه دعاء الندبة بالنسبة إلى المحور الأول وقبل البحث في سند دعاء الندبة نقدم مقدمة وهذه المقدمة هي إن إحدى الظواهر السلبية التي نلاحظ وجودها في بعض التوجهات ظاهرة الانتقائية في التعامل مع التراث هذه الحالة حالة الانتقائية لا تعبر عن حالة علمية وإنما تعبر عن حالة من المزاجية والكيفية ولا تعبر عن حالة موضوعية وإنما تعبر عن حالة ذاتية ما يعجبني من التراث أقبله وما لا يعجبني من التراث أرفضه هذه حالة ذاتية أو حالة موضوعية هذه حالة مزاجية أو حالة علمية في كتب الحكمة كنا نقرأ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد وفي كتب المنطق كنا نقرأ أنه إذا كانت هناك ظاهرتان متماثلتان تحكمهما عناصر مشتركة فالحكم الذي يحكم به على إحدى الظاهرتين لا محالح يحكم به على الظاهرة الأخرى العناصر مشترك فكيف يمكن أن يكون أحد الشيئين محكوم بحكم والآخر لا يكون محكوما بذلك الحكم هذه الحالة حالة الانتقائية مع وحدة العناصر المشتركة حالة غير علمية وغير موضوعية كيف يجب أن نتعامل مع التراث في حدود ما يرتبط بهذا المبحث لأن هذا المبحث مبحث متشعب ومترامي الأطراف في حدود ما يرتبط بمبحثنا تارة التراث الموروث يتعلق بالواجبات يتعلق بالمحرمات يتعلق بالأحكام الاقتضائية وما أشبه ذلك في هذه الحالة القبول أو الرافض يعتمد على الوثوق بالرواية أو بالراوي إذا وثقت بالراوي أو وثقت بالرواية على التفصيل المذكور في علم الدراية يجب عليك أن تقبل هذه الرواية لا خيار لك في الرافض أو في القبول فالمقياس الوثوق بالراوي أو بالرواية ولكن إذا كان التراث الموروث لا يتعلق بالواجبات بالمحرمات بالأحكام الاقتضائية وما يرتبط بهذه الدائرة وما يماثل هذه الدائرة كيف نتعامل هناك قاعدة عقلائية جرت عليها سيرة العقلاء وتجدون هذه السيرة في كل يوم في سوق العقلاء التحرك وفق الاحتمال الاحتمال يكون محرك الخبراء الاقتصاديون يقولون لكم إن الشراء العقار في هذه الفترة مربح وإن تعدكم يقين بأنه لا يوجد هناك أي ضرر في شراء العقار شراء العراض العقلاء ماذا يفعلون في هذه الحالة العقلاء يقدمون التجار الكبار كيف أصبحوا تجارا كبارا لأنهم يعني هذا من العوامل المهم ولا نقول إنه العامل الوحيد لأنهم تحركوا وفق معطيات الاحتمالات الاقتصادية الاحتمال الذي تقطع وتتيقن بأنه لا يوجد هناك أي ضرر تقدم ما تخسر شيء إذا توقعات الخبراء الاقتصاديين ما كان الصحيحة ما تخسر شيء لأن المفروض أن هذه التجارة أن هذه الصفقة ما فيها احتمال الخسارة في كثير من الأحيان شراء الأراضي ما في احتمال الخسارة ولكن هناك احتمال آخر أن تربح في هذه الصفقة هذا الاحتمال يحركك هذه قاعدة عقلائية جرت عليها سيرة العقلاء في الشريعة عندنا خطوة متقدمة على هذه السيرة العقلائية يعني احنا تجاه التراث الموروث إذا ما كان عدنا إلا القاعدة العقلائية هناك دعاء ما كو هناك يقين بصدور هذه الرواية هذا الدعاء إحنا إذا ما كان عدنا إلا هذه القاعدة العقلائية لكفتنا في المقبل هذا الدعاء يحتمل أن تكون فيه معطيات أخروية ضرر ما في أيضا الدعاء في ضرر ما في ضرر تتحرك المثوبة الأخروية مهمة عند المؤمن شايفين المؤمنين المقدسين إشلون يتقيدون حتى بأصغر المندوبات هاي حالة الفلتان اللي نجدها الآن عند البعض ما كانت موجودة الأحكام كانت عندهم تتلخص تتلخص في حكمين افعل ولا تفعل الواجب والمستحب يفعلون ما يقول هذا مستحب أنا ما علي به هذا دايبني آخرته بكل مستحب من هذه المستحبات دايبني آخرته لا تفعل حرام مكروح ما يقول هذا مكروح كله مكروح ما بي إشكال كانوا متقيدين إحنا إذا ما كان عندنا إلا هذه القاعدة العقلائية لكفتنا في القبول بكل هذا التراث الموروث الذي يدخل ضمن دائرة المستحبات والمندوبات فكيف وعندنا في الشريعة خطوة متقدمة على هذه القاعدة العقلائية خطوة لاحقة وهذه الخطوة اللاحقة الدين يقول لك هذا الثواب الذي نقل لك أنا أضمنه لك مضمون هذا الثواب في الصفقة التجارية ماكو ضمان أكو احتمال احتمال أن تربح واحتمال أن لا تربح لكن في مجال المستحبات والمندوبات هناك ضمان شرعي أن هذه المثوبة سوف تعطاها قطع واحد يقول من قال أن هذا المستحب وارد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من قال بأن هذا الدعاء مروي عن أهل البيت صلوات الله عليه الدين يقول لك أنا أضمن هذا الثواب على كل التقادير هناك باب هذه قضية أعتقد أنها قضية مهمة ومفتاح لكثير من الشبهات والإشكالات التي نراها في وسائل الشيعة في الباب الثامن عشر من أبواب مقدمات العبادات هناك مجموعة من الروايات ينقلها الحر العاملي رحمة الله عليه أنقل لكم روايتين من هذه الروايات هذه الروايات تبين الضمان الشرعي الرواية الأولى في صفحة واحد وثمانين من المجلد الأول من هذه الطبعة أحمد ابن أبي عبد الله البرق ثقة عن علي ابن الحكم ثقة عن هشام ابن سالم ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام فالرواية صحيحة وهناك طريق معتبر بين الحر العاملي وبين البرقي فهذه الرواية رواية صحيحة معتبرة قَالَ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ شيءٌ من الثواب في كتاب رأيتم رواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في دائرة المستحبات فَعَمِلَحْ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَحْ ضَمَان شَرْعٍ مُو احتمال قطع يقين الرواية الثانية دائرة هذه الرواية الثانية أشمل من الرواية الأولى محمد بن يعقوب الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم ثقة عن أبيه ثقة على المختار أو ممدوح عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم الرواية صحيحة معتبرة قال من سمع شيئً من السواب على شيئً الرواية جدًا عام عام من الرواية الأخرى من نواحي من بعض النواحي فصنعه كان له هذا السواب مضمون بحثت في بعض كتب العام الطوائف الأخرى فوجت أن هذه القاعدة نظير هذه القاعدة أيضًا مذكور في رواياته مثلاً لاحظوا هذه الرواية المروية عن العام من بلغه عن الله فضيله فلم يصدق بها لم ينلها مفهوم الرواية إن صدق بها نالها الجامع الصغير للسيوط جزء اثنين صفحة خمسمية وستة وثمانين الرواية الأخرى من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك ضمان كنز العمال جزء خمستعش صفحة سبعمية واحد وتسعين رقم ثلاثة وأربعين ألف ومية وثنين وثلاثين الرواية الأخرى من بلغه فضل من الله أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك نفس المصدر رقم الحديث ثلاثة وأربعين ألف ومية وثلاثة وثلاثين ولا نريد أن نتحدث الآن في أسناد هذه الروايات تكفينا الروايات التي ذكرناها إذن طبق هذه القاعدة العقلائية وطبق هذا الضمان الشرعي الموقف الصحيح تجاه جميع ما يدخل في دائرة المستحبات والمندوبات هذا يشمل جميع الأدعية المأثورة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت مما يدخل في إطار هذه الدائرة التي ذكرناها وفق الضوابط التي ذكرت كلها تدخل ضمن هذه الدائرة والموقف الصحيح العقلائي والشرعي القبول بكل ما يندرج تحت إطار هذه الدائرة طبعاً هناك بحث يتعقب هذا البحث بحث تفصيلي حول سند دعاء ندبح نتركه لمجال آخر آخر ولكن في هذا المقام تكفينا هذه القاعدة العامة التي ذكرناها المحور الثاني ماذا يمثل دعاء الندبة في الإجابة على هذا السؤال نذكر أربع نقاط النقطة الأولى دعاء الندبة يمثل نوعاً من أنواع التضرع والإلتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء حاجة فطرية إنسانية ملحة يجدها كل إنسان في ذاته أنا سألت واحد من الأفراد الذين كانت لهم مكتب للنشر قلت له أكثر الكتب رواجاً في الإطار الديني أي كتب خطر هذا السؤال في بالكم أكثر الكتب رواجاً الكتب الدينية فقال لي إنها كتب الأدعي الدعاء جداً مؤثر مفاتيح الجنان منذ أن ألف إلى الآن كم نسخة من الطبعة في العالم أنا توقعي واحتمالي أن الثاني كتاب بعد القرآن الكريم هو مفاتيح الجنان القرآن الكريم في الدرجة الأولى مفاتيح الجنان في الدرجة الثانية لعله قل أن تدخل في بيت ولا تجد فيه مفاتيح الجنان هذا يدل على وجود حاجة ملحة إلى الدعاء عند كل أحد أحد العلماء وهو السيد الكوكبي رحمه الله اللي توفي قبل فترة قصيرة نقل أن قلها هذه القضية عنه بواسطة قال في يومي لأيام كنت في الحرم المطهر وكنت مجغول بكتاب علمي فرأيت الناس في الحرم كل واحد منهم ماخذ مفاتيح الجنان ويقرأ يتضرر يبكي ففكرت أنه يا ليتني كنت أترك عملي وأكتب كتاب مثل مفاتيح الجنان القضية لها ذنابة نتركها الآن يعني حتى مشتهد يفكر في أن يكتب مثل هذا الدعاء لأن يشوف تأثير دعاء الندب نوع من أنواع الدعاء والتضرع والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى هذا أولا ثانيا دعاء الندب مدرسة عقائدية فكرية ككثير من الأدعية المأثورة الأخرى العقائد الحق تحتاج إلى تلقين أولا وتحتاج إلى تثبيت ثانيا تلقين يعني تفهيم الفات النظر نحن في كل يوم كم مرة نقرأ وأشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك كل مسلم كم مرة يكرر هذه الجملة في كل يوم أقل شي يجب أن يكررها تسع مرات في صلوات نحن ما نعرف أن لا إله إلا الله وحده لا شريك من نعرف رسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله نتشهد في كل صلاة الشهادة الثانية في كل يوم على الأقل تسع مرات ليش العقائد الحق تحتاج إلى تلقين يعني إلقاء وتفهيم وتحتاج إلى تثبيت هذه قضية مهمة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا إحدى الأشياء المهمة التي نجدها في الأدعي عموما وفي دعاء الند بالتثبيت هذه العقائد الحق وكل منا لضمانة المستقبل يحتاج إلى تثبيت هذه العقائد الحق إذا لم تكونوا قرأتم الأدعية بهذه النظرة من الآن اقرؤوها بهذه النظرة شوفوا العقائد الحق مبثوثة في أدعيتنا بشكل نوع تركيز داخل النفس وهذه قضية مهم دعاء الندبة يمثل مدرسة عقائدية أنا أذكر لكم نماذج الإصطفاء الإلهي للأولياء لماذا الله اصطفى أولياء هذه معضلة عقائدية لماذا كان النبي نبيا وكان الإمام إماما هذه معضلة عقائدية دوخت المفكرين منذ ألوف الأعوام الجواب الجواب على هذه المعضلة العقائدية تجدونها في دعاء الندبة بعد بعد أن شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم لكل نبي أوصياء هذه قضية إلى آخر المقاطع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعنوان دعاء الصيغة صيغة دعاء ولكنه تلقين للعقيد النبي صلى الله عليه وآله يعلم الغيب المطلق في دعاء الندبة وأودعته يعني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك هذا الذي يقرأ دعاء الندبة ويقرأ بقية الأدعية هذه المفاهيم العقائدية تتركز في وجدانه التركيز مسألة مهمة جدا الشمس تشرق في كل يوم لتقولون تكرار يجب أن تشرق الشمس في كل يوم في كل آن يجب كل واحد مننا أن يتنفس لتقولون هذا تكرار في كل يوم يجب أن نتناول طعاما لا تقولون هذا تكرار هذا تثبيت سورة الحمد تثبيت كل يوم يجب أن نقول الحمد لله رب العالمين يجب أن نلفت انتباهنا إلى الربوبية الإلهية لا يكون في يوم من الأيام في الطريق يأتي سارق من سراق العقائد من قطاع الطرق العقائدين ويسلب منك هذه العقيدة هذا الاحتمال قائم قطاع الطرق كثيرون تثبيت المودة في القرب وأنها أجر رسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب هذه القضية اللي ملايين المسلمين لعلهم غافلون عنها يعتقدون بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولا يؤدون إليه أجره الذي طلبه ما هو دور الإمام المهدي المنتظر بعد ظهوره دعاء الندب يبين هذا الدور هذه قضية عقائدية ما أريد أذكر المقاطع ما هو دور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في عصر الغيب الآن شنو دوره هذه قضية عقائدية الجواب عنها تجدونه في دعاء الندب ما هي صفات الإمام المهدي المنتظر هذه قضية عقائدية الجواب عنها في دعاء الندب إذن الكلمة الثانية أن دعاء الندب يمثل مدرسة عقائدية وفكرية تلقننا وتثبت في نفوسنا العقائد الحق التي تحتاج إلى تثبيت النقطة الثالثة دعاء الندب يمثل مدرسة تاريخية تعكس لنا التاريخ الصحيح إحنا ما عدنا تاريخ صحيح هذا التاريخ الموجود كتبات أيدي وعاظ الصلاطين هذا التاريخ اللي عدنا كل تاريخ مشبوح من اللي كتب هذا التاريخ موعاظ الصلاطين التاريخ الذي يكتبه صدام أي تاريخ هذا هذا التاريخ مزيف هذا التاريخ مقلوب الآن ما تشوفون وسائل الإعلام كيف تحول الجلاد إلى ضحية وتحول الضحية إلى جلاد في العراق ما نشوف الإعلام الآن المؤمنون المؤمنون المضطهدون هاي وسائل الإعلام الفضائيات اللي بيد المستكبرين الظالمين يحولونهم إلى المظلومين يحولونهم إلى الظالمين ويحولون ويحولون الظالمين إلى مظلومين هذا من متزق مأجورين الثاني منع تدوين التاريخ مشكلة تدوين الحديث راجعوها في التاريخ منع التاريخ الصحيح يجب أن يلغى وإلى الآن جماعة متحيرين كيف يفسرون هذا الموقف ألغى سنة النبي صلى الله عليه وآله ليلغي التاريخ الصحيح لذلك ذلك الرجل عندما سئل عن علي أمير المؤمنين صلى الله عليه قال ماذا أقول في رجل كتم أصدقاؤه فضائله خوفا ما يقدرون وكتم أعداؤه فضائله حسدا وحقدا معاوية في قنوة كان يلعن أمير المؤمنين صلى الله عليه أمير المؤمنين نفس رسول الله صلى الله عليه وآله نشوف تزييف التاريخ على أكثر من سبعين ألف منبر كان يشتم أمير المؤمنين معاوية معاوية صنع التاريخ المزيف هذه الأدعية التي عندنا مدرسة تاريخية تعكس لنا التاريخ الصحيح إذا إذا أنت لم تقرأ الأدعية بهذه الرؤية وبهذه النظرة من الآن اقرأ الأدعية بهذه النظرة تعكس لنا تاريخا صحيحا ودعاء الندب إحدى الأدعية التي تعكس لنا تلك الفترة التاريخية التي عتم عليها الظالمون كلمات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين المؤهلات الذاتية لأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلى الله عليه في دعاء الندب لماذا نحي أمير المؤمنين عن الخلافة الظاهرية ما كان واحد يتوقع إطلاقا أن يكون الخليفة بعد النبي غير أمير المؤمنين ما كان احتمال مسار الأحداث الذي حركه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يتجح باتجاه تنصيب أمير المؤمنين بوحي الله تعالى شك ما كان في ذلك ما كانوا يحتملون هذا بالتاريخ مثبت أنه القبيلتان المعهودتان لم يكن عندهما شك في ولاية أمير المؤمنين وخلافة الظاهرية بعد النبي ولكن فجأة تحركت مسيرة الأحداث نحو منعطف آخر لماذا دعاء الندب يجيب على هذا الظلامات الوارد على أهل البيت ومواقف الظالمين تجاه أهل البيت دعاء الندب يعكس لنا هذه الحقائق التاريخي إذن أولا دعاء الندب يمثل نوعا من التضرع والالتجاء إلى الغني المطلق وهو الله تعالى دعاء الندب يمثل مدرسة فكرية وعقائدية دعاء الندب يمثل مدرسة تاريخية تمثل وتعكس التاريخ الصحيح ورابعا وأخيرا دعاء الندب يمثل نوعا من أنواع الرابطة الروحية بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى الرابطة الروحية بعظيم العلماء يقولون إذا أكفد واحد أقدر منكم ولو برتبة واحدة حاولوا أن ترتبطوا به درجة واحدة أعلى منك ارتبط به لأن هذا يصعدك الارتباط الروحي به الخطباء ينصحونهم تتلمذ ولو عند خطيب أعلى منكم بدرجة واحدة لأن الارتباط بهذا الخطيب المتفوق يعطيك التفوق واي أكفرق بين خطيب لم يرى خطيبا متفوقا وخطيب رأى خطيبا متفوقا بين أصوليا لم يرى أصوليا متفوقا وأصوليا رأى أصوليا متفوقا واي مهم فكيف إذا ارتبط الإنسان بالكمال المطلق في ضمن الدائرة الإمكانية مظهر العبادة التام هو الإمام المهدي إذا واحد ارتبط روحيا بالإمام المهدي هذا الارتباط يؤثر فيه في هذا البعد مظهر التقوى المطلق الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجعه مظهر العلم المطلق في الدائرة الإمكانية بقدر ما أتيح للبشر من العلم طبعا هذا الإطلاق مو ذلك الإطلاق الذي نفرضه في علم الله سبحانه وتعالى الإطلاق بالمقدار الممكن لبشر العلم المطلق العبادة التام الزهد التام التقوى المطلق واحد يرتبط بمثل هذا الوجود يتوجه إلى مثل هذا الوجود أذكر لكم ملاحظة لاحظوها تاريخ العلماء المرتبطين بأهل البيت لا يوجد له نظير في أية فرقة أخرى العلماء المرتبطون بأهل البيت قمم في التقوى ماكو في جماعة أخرى قمم في الزهد قمم في الورع الآخرون أنا أستطيع أن أقول على نحو القطع واليقين معدهم من عوامل ذلك ارتباط هؤلاء العلماء بأهل البيت صلوات الله عنه هذا الارتباط يرفع ذاك العالم كان يقول يفكر أنا كنت أفكر أن أكون كالإمام الصادق طبعا ما يمكن صلوات الله ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك لكن واحد اللي أمام أمير المؤمنين تاريخ أمير المؤمنين أمام هواية يختلف عن واحد ما عند أمير المؤمنين أمير المؤمنين ما رب فقط سلمان وأباذار وعمار والمقدار يربي على مر التاريخ الارتباط بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ارتباط بمثل هذه الشخصية ونقطة كان يشير إليها أحد المرتبطين بالمعاهد العلمية الإبتدائية الثانوية الجامعة كان يقول هذا الشيء جربناه التلاميذ الذين ارتبطوا بالإمام المهدي يعني كان عنده موجه كان عنده أستاذ يربط هؤلاء التلاميذ بالإمام المهدي الأب الذي يربط تلاميذ بالإمام المهدي هناك إمام حي حاضر ناظر يلاحظنا يراعينا ويختلفون عن الذين لم يرتبطوا بالإمام المهدي قطعة الفرق الفرق كبير جدا هذه رابطة روحية مفتاح لكثير من البركات والخيرات المحور الثالث والأخير وظيفتنا نتصور أن هناك وظيفتين الوظيفة الأولى الإخوة الذين يجدون في أنفسهم الكفائح يشرحون دعاء الندف وهذه المضامين الرفيعة التي يحتوي عليها هذا الدعاء الوظيفة الثانية أن نحاول أن نجعل في بيوتنا في أيام الجمع مجالس دعاء الندف ابدأوا بذلك شهرا شهرين سوف تلمسون بأنفسكم بركات هذه المجالس هذه المجالس مجالس مباركة وفيها خير الدنيا والآخر نختم حديثنا بقضية لها نوع من التعلق بدعاء الندبة وهذه القضية تنقل عن عالم من العلماء يقال له ألمير الجهاني عالم معروف هذه القضية لعلها كانت قبل حوالي ثمانين عام على نحو الإختصار يقول هذا العالم ذهبت إلى سامراء وظللت فيها عشرة أيام وفي كل يوم من هذه الأيام كان هذا العالم يسهر عند حرم الإمامين الإمامين العسكريين صلوات الله عليهما من الليل إلى الصباح حقيقة روحيات عجيبة الروحيات اللي كانت حتى مو فقط عند العلماء حتى عند الكسب والتجار قبل أذان الفجر كانوا يستيقظ تاجر يستيقظ قبل أذان الفجر يتوضى يأتي عند أبواب حرم سيد الشهداء الإمام الحسين والباب مغلق والدنيا مظلمة ويصلي هناك صلاة الليل لاحظوا هذه الروحية وقارنوها ببعضنا اللي ينام حتى بعد طلوع الشاس وآية فريق بين الروحيات الشيخ حبيب الله القل يقاني أربعين عام سحرا في الحر في البرد يذهب إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه والأبواب مغلق ويصلي صلاة الليل خلف الباب المغلق أربعين عام هذا منهج ولا عجب إذا رأينا تلك البركات من الشيخ حبيب الله القل فايقاني تلك العبادة ذلك التوجه كان مفتاح لكثير من البركات في حياته يقول المير جهاني عشر ليالي يحييها بالعبادة والتضرع عند حرم الإمامين العسكريين صلوات الله عليهما في الليلة الأخيرة وهي ليلة جمعة يذهب إلى السرداب قريب الفجر السادن للروضة يفتح له باب السرداب المقدس يذهب هناك ويشعل له الشموع عندما يدخل السرداب يجد هناك ضوء غير متعارف مثل ضوء الشمس يقول فرأيت هذه الشموع الزيتية كشموع تجعلونها تحت ضوء الشام سشك لا تضيئ وإنما ترافق يقول ذهبت رأيت هناك الشخص جالس في شبه حالة التشهد أو في حالة التشهد يصلي ما سلمت عليه لأن السلام على المصلي مكروح ذهبت وزرت الإمام الحج صلوات الله عليه ثم عدت إلى الخلف وصليت وبعد الصلاة بدأت بدعاء الندبة وهذا الرجل خلفي وأنا مو ملتفت وصلت في دعاء الندبة إلى هذا المقطع وعرجت بروحه يعني بروح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى سمائك فخاطبني من خلفي لم يؤثر عنا أهل البيت بروحه يعني اقرأ وعرجت به إلى سمائك المعراج كان معراجا جسمانيا لم يكن روحانيا فقط يقول وأنا غافل فغيرت العبارة وعرجت به إلى سمائك النسخ مختلفة وأتممت الدعاء وسجد في السجود فكرت هذا الضوء مني هذا الرجل اللي كان خلفي من هو لماذا قال لم يؤثر عنا أهل البيت من هو من أهل البيت يقول فرفعت رأسي فلم أرى أحدا ما كواحد وذلك الضوء راح ركضت وصعدت السلالم وجئت إلى السادن وقلت له من هذا السيد الجليل الذي كان في السرداب قال لم يكن هنا لك أنت الوحيد الذي كنت في السرداب نحن إن شاء الله ينبغي علينا أن نحاول أن نشوق ونعمم دعاء الندب في البيوت والمجالس والمساجد والحسينيات حتى إن شاء الله تشملنا بركات هذا الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لوليه الفرج ويجعلنا من أعوانه وأنصاره وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر